موسيقى 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 يسعد لي صباحكم صباح الرواق والسعادة مع روايح القهوة الحلوة كيفكم حبايبي إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب أول شي حاب يرحب بكل المشتركين الجداد اللي انضموا لعائلتنا الحلوة وقال لكم ميت أهلا وسهلا فيكم نورتوا قناتي وبتشكركم كثير على تفعالكم وتعليقاتكم الحلوة يعني الكلة مليانة دعم وطاعة إيجابية شكرا كثير لكم وفضل الله ومن ثم فضل دعمكم عم تكبر قناتي الحمد والله وصرت عم بحب صوركم هيك أول بأول حتى شارككم كل شي جديد بعمله ومتل كل صباح ببدأ نهاري بالصلاة عن النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وبشرب فنجان القهوة هلا وأنا عم اشرب فنجاني بكون كتبت شو عليا الشغل ونظمت نهاري كله بنصحكم تتبعوا هاي الطريقة انه بتوفر عليكم كتير وقت وكمان بتنظم لكم كل نهاركم يعني بتاعفي شو خلصتي وشو انجزت بيوميك وشو باقي عليك شغلة تاني نهار هلا فيديو اليوم هو تتم التفريزات شهر رمضان مبارك اللهم بلغنا اياه ونحنا بكامل صحتنا وعافيتنا حتى نقدر نصومه على اكمل وجه يا رب العالمين هلا التفريزات والتحضيرات انا ما بعملها كلها بنفس اليوم لانه ما بحب اضغط حالي وبعرف اساسا كل نوع قديش بدي فرز منه وقديش بياخد معي وقت وبساوي نوع واحد او نوعين بالانهار يعني اقصى حد نفس اليوم بساوي نوعين واليوم ان شاء الله بتساوي معكم سمبوسة اللحمة والجبنة برقاية السويدز هلا هدي كل مرة انا ساويت العجينة على ايدي بس هالمرة هيدور بالطريقة المعتادة لحساويهم برقاية السويدز واكيد كل واحدة الانكهة مختلفة هلا اول شي بديت بحشوة الجبنة كمان فيها اختلاف شوي حشوة الجبنة هالمرة استخدمت جبنة حلوم وكنت نقعتها من نهار كامل حتى تخفي ملوحتها وضفتلها جبنة اشقوان وسمسم وحبة البركة هلا فيه اكتر من نوع واكتر من ماركة لهالرقاية السنوات الماضية انا جربتهم كلهم وما حسيت فيه فرق كتير بيناتهم يعني نفس الشي هالسنة جبت سويدز عملينا عليها عرض حلو وكمان لازمني هذه العلبة المستطيلة فاجبتها ونستطيع سكر السمبوسة بعد ما لفها وما تفرط ماء على القلي حطيت طحين وماء يصيروا مثل الصمغ للرقاية هلا من قبل كنت اعملهم انا مثل الجابة ويأخذوا معي وقت بالتسكير بس هالسنة شفت كتير صبايا يستخدم الماء والصحين فجربت وطلعت ناجحة ماء 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 يخ geil والماء برجوع على الكيس وحطيتهم بالمايكرويف يعني هو المكان الدافي مثل عادة يعني حتى ما تنشف الرايئ عندي والكمية اللي طلعتها كمان غطيتها بمنشفة حتى تظل رايئ عندي طرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والحمدلله من بعد ما خلصت حشوة الجبن اللي عندي كلها كنت عاملة بحوالي كيلو جبن حلون ساولي ما شاء الله بحدود الستين حبة هلأ هدون رايي انا مباشرة راح ضبهم بكياس التفريز ما في داعي يحطهم بالفريزر قبل ما ضبهم مثل هداك النوع اللي ساويتوا اشتركوا في القناة وفرزوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم yours وفرزوا وكثل ما شفتوا وما كثرت الكميه بكل كيس حطت 16 حبة باستخدامهم على مرتين او حتى كلت مرات يعني هذا اكتر شي من حبه برمضان ومع كاسة العصير وتمره ويدني اللي بلاقي حاله معدتوا تعبيت سبحاء الله الله يضيم علينا نعمة يا رب ولا يحربنا منها مش هيك الأكل الأساسية ما بحاول كتر منها حتى ما تزيد عندي أكثر من يومين هلا أنا أول رمضان إلي وقت تزوجت بدي أدلل زوجي وبتعفو يعني عروس جديدة و بدي ورجي شطارتي قدام زوجي فرحت عملت 3 أصناف أكل وكترتهم فكرت رح ناكلهم كلهم وما رح يزيد عندي أكل لتاني نهار ضلينا بحدود العشرة أيام برمضان ونحنا عمناكل في يوم من بعدها تربيت وعرفت قداش الكمية اللازم ساوية بدون عمل حالي شاطرة فصرت بقلي كم حبة سنبوسة وبساوي أكل أساسية بكمية صغيرة يعني تكفيني اليوم أو يومين مو أكثر من هيك و هلا متل مو شايفين بلشت ساوي سنبوسة اللحمة هالسنة ما حطت للحشف لا بصل مقلي ولا سنوبر كتفيت بس باللحمة المفرومة المقلية حاطت طلع البهارات المعتادة ليهنن 7 بهارات وبهار أبيض وملح حالي جرب السنبوسة كيف رح تطلع طعمتها بدون بصل لأنه لاحظت وقت عم حطت لها بصلة مقنية عم تعملنا حرقة بالمري فما حطت لها هالمرة بصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لاحظة لنلحمة اعطيت كميه صغيرة هلا انا شوفوا بحب الجبنة اكتر والكلب يفضلها عندي اكتر من اللحمة الحمدلل لان مساواتهم ما اخد معي وقت هدول شغلون اسرع من العجيم بالفيديو السابق صاحب ضل عمقلكون الفيديو الماضي والفيديو الماضي طب بركي في حدا جديد عم يحضرني وما لو شايف الفيديو السابق فمشان هيك رح حط لكم رابط الفيديو فوق على اليسار حتى لي ما حضروا يروح يشوفو وهمشي بليز لا تنسوا تحطواي لايك هون وعلى هداك الفيديو كمان ومتل ما شفتوا كتبت على هدول الكياس سمبوسة لحمة مشان ميزة عن الجبنة وبعد حطيت للزق فوق الكتابة مشان ما تنمح مع الوقت وهم اسرع الحياة مع المونتاج بكون مقضيتو نهاري عم اشتغل ولم وضبضب وصور وبيجي وقت المونتاج بأسقس من هذا الفيديو بحزف مقاطع من الفيديو الثاني بلاقي كل نهاري اللي قضيتو انا عم اشتغل صار عشر دقايق وهلا نحعمل معكم طبخة سهلة كتير وسريعة وطيبة وهمشي انها مفيدة هالاكلة نحنا منسميها ابوش الهوب اللي هي برغل بكوسة انتو شو بتسموها عندكم فانا حاس بحساب اني بدي لفسم بوسة فحطيت بالي بدي اعمل طبخة سهلة وما تاخد وقت معي وما بدي اشغل كتير كنت جاي بكوسة قبل النهار يعني حوالي كينيين بدي اسمر على طبختين طبخة اليوم وطبخة بعد يومين ومتل ما شفتو عم بقيم راس الكوسة الانزوعة وبعدها بدي اخسرهم منيح وهلا من بعد ما خلصت قطيع راس الكوسة الانزوعة في السكين اللي استخدمتها لانه انا بحب الليف كل غرض بلحظة ما بحب يتراكم علي يجلي واترك كل شي بالمجلة لأ هيك بلايف مباشرة الغرض اللي بيستخدمه بضل مطبخ يمشكله مرتب ومعلوم كركاب خاصة وقت بيكون عندي عزيمة بحاول على طول اجدي كل غرض فورا لانه المجلة بدي يتعبب له صحوم بعد الاكل فالقليلة يكون فاضي وما يصير طوفان جلي عندي وهكا الهم ساعاته تنظيفه وانا بنصحكم كتير تتبعوا هالطريقة لانه ما راح ياخد معكم وقت متل وقت بتراكمي على حال كومت جلي فساعات الواحد يبيه كا الهم يفوت على المطبخ ويضبه وهلا راح اقطع الكوسة بهالشكل متل ما راح تشوفو ومثل ما قطيت لكم ما قطعت كل الكوسايات اسمتوا على طبختين هيك بلاقيون جاهزين فورا عطاطي يعني اختصرت على الحال شوية شغلة تاني نهار ومثل ما شفتوا حطيتهم بعلبة وغطيتهم بمحرمين مشان تغب الماء عنهم بس حطتهم بالبراد بتعرفوا الشغلة يسي تصوركم ان انا عم ضب عندي هاي لغزانة ما بتتخيلوا كيف كانت وكيف صارت ببعض هالمنظمات والسنديق اللي حطيتها عن جد حلو عندي كتير ازمي على القليلة انه صار الشكل مرتب وكل غرض بديان صرت بدأ اسحبه بسهولة وانتو شفتوا معي كيف رتبت درجة المعالي امكان مضى اكتب من شهر على الترتيب وللساعته متل ما هو لا تكركب ولا انتكات عن جد صبايا هالمنظمات اللي عم يجيبوها محلات ابو خمسة كتير مفيدة وعملية ويلا راح اكمل هلا معكم الطبخة متل ما شفتو اول شي حطيت سمنة مش همبديق الي اللحمة المفرومة وهلا ما بعد ما استويت اللحمة وانقلت حطيت البهارات المعتادة اللي هنا سبع بهارات ورشة ملح بس اكتر من هيك ما بتحتاج اللحمة ورح ضيف الكوسة اللي قطعتها حتى تنقله شوي وتدبال بحطها عنار خفيفة شيربع ساعة وبرشة بشوية مي ازاي يعني لقيتها ناشفة ورح تلزق بالطنجرة وهلا راح اخسل برغل الخشين انا حطيت كاسة ونص برغل مشان تكفينا الطبخة عن يومين هلا اشوفو انا مستات البيوت اللي ما بطبخ كل يوم لأ بطبخ طبخة واحدة بتكفينا عن يومين يعني بالاسبوع بتطبخ ليك للطبخات او اربعة مو اكتر وهلا راح اخسل البرغل نيح الحمد لانه نوعية البرغل اللي انا بيستخدمه بيجي نضيف ما بده تحصايا من البحص هي ماركة المهباج ممتازة هي الماركة حتى بيستخدم منها البرغل الناعم مشان الاعمل منها الكبه زريف انه كمان البرغل بيجي نضيف ما فيه بحص ولا حجار شايفين كيف استبيت الكوسة ودبليت هلا بدي حط عليها نسبة المي البرغل غير الرز انه يعني حتى لو كترته بمي مو مشكلة لانه راح يتنشف المي ويغبوا البرغل بس بكل الاحواء انا بحط لكل كاسة برغل كاسة ونص مي وهون لاني انا حطى كاسة ونص برغل فحطيت كاستين وربع مي وبس غليت المي حطيت الملح هلا البرغل ما بيحتاج ملح كتير مو متل نسبة الرز انه بيحتاج ملح اكتر حتى يطلع الرز ملوحته زابطة لا البرغل بيحتاج شوية ملح لانه فورم تظهر عليه الملوحة ومن بعده نزلت البرغل وخليه شوية شي عشر دقايق على النار قوية بعدين بنوس عليه النار بخفف عليه النار يعني وطبعا ادام هالاكل اطيب شي هي السلطة الخضرة هل اشوفو في ناس بتحب تاكل معو لبان وحتى كمان في ناس بتحط له لبرغل كذبة روتوم بس انا ما بحبو مع كذبة روتوم فما بحط له وبحب ااكل معو بس سلطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويستوي عالتمام. وهلا من بعد مستوى رح اسك بوبجاط التقديم. وهيك كان طبختنا اليوم. الله يدي معلينا نعمة يا رب ولا يحرمنا والله كل شي طيب بوجود الصحة والعافية. الف الحمد والله. وهلا من بعد ما خلصنا غدا وضبيت المطبخ نزلت شوية عسوم مشان شوف شو نزلين شي جديد لرمضان. رح اخدكم معي بجولة سريعة بس ما رح ورجيكم مشترياتي بفيديو اليوم. خليتهم للفيديو الجاي بإذن الله. مشان هيك فعلوا عندكم زر الجرس مشان يوصلكون اشعار اول ما نزل الفيديو القادم ان شاء الله. حيكون كتير حلو. وحيعجبكم الفيديو اللي هو مشترياتي لرمضان. وتجهيزاتي للبيت مع زينة رمضان. ان شاء الله. فيني لكم ان السوق كله منزل فونيس رمضان باشكال كتيرة واحجام مشكلة والوان مختلفة. يعني الواحدة بيحتاج وبدأ يجيب. اذا بدك تحيرو خيرو. بس عالجد كتير حلو نزلي على السوقي هالأوقات بتحسي فرحة كبيرة انه بقدوم شهر رمضان مبارك. الله يبلغنا ايا يا رب ونحنا بيتم الصحة والعافية. ويديم علينا نعمة الامن والامان على بلادنا ويحمي الجميع يا رب. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. كمان شفت هدول العلب. لقيتهم كتير حلوين من الخشب في عليهم هيك متل مزيك حوالي هون. مناسبة انه ينحط فيه نتمر ومشمش وضيافة رمضان يعني. اشتركوا في القناة. و على ماينا يكون نهاري معكم ووصلت لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم و استفدتم. لا تنسوني بتعليقاتكم الحلوة واذا كنتوا اول مرة بتعليقاتكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتبعتوها لكل أصحابكم حتى ينضموا لعائلتنا الحلوة قناتي بتكبر بدعمكم وحبكم شكرا كتير لكم ونطروني بفيديوهات كتير حلوة ومميزة ان شاء الله حتحبوها وتعجبكم مشوفكم على خير حبايبي بأمان الله باي باي